مساء الخير عائشة سكنت اسمها وخرجت على مسماه قاهرة ستة ايام من الحصار بين الركام ابنة السنوات السبع تغلبت على اسبوع الالام الذي قضته تحت انقاذ قهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر وتم انقاذها مع افراد من عائلتها والطفلة الطالعة الى نور الحياة واكبتها ايادي رفعت الارواح الى فوق الارض وانقذت عددا من الاطفال بعمليات غاية في الصعوبة تتوج بصمت يسود المكان ليسمح برصد خفقات من هم تحت الارض والمنقذون بالعشرات لكن المفقودين بالالاف حيث يزلزل الرقم عدده ويضرب به الارواح بالارواح يوميا متسلقا في اقل من اسبوع الى ثلاثين الف قتيل ولاعبا في خرائط المدن ومحركا توازنها ومحدثا خللا في جغرافيتها وساحبا تركيا ثلاثة امتار الى الخاصرة الاوروبية ويربو على ارياف الزلزال بضع محللين احدثوا ولا يزلون اضرارا في الخراسانات النفسية للمواطنين لسيما في لبنان الواقع على اربعة فوالق خطرة لكن الفالق الخامس يشكله بعض الخبراء المحليين والمستوردين معا وفي قشرة الارض السياسية فان اليابسة لا تتسع لجلستين تشريعية ورئاسية والجلستان تواجهان هزات وبراكين لكن بفعل تحريك الصفائح النيابية عن سابق تصور وتدمير فجلسة التشريع الأسبوع المقبل تقع على خط زلزلي بدأت حمامه من حرب المزايدات بين القوات والتيار ولم تنتهي ببيان صادر عن ستة واربعين نائبا معارضا وتغييريا ومستقلا يعلن ان عقد جلسة تشريعية أي يكن سببها هو مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني وأي جلسة بهذا الصدد لا تستقيم وهي في حكم المنعدمة الوجود والباطلة واستند النواب إلى المواد تسعة وأربعين وأربع وسبعين وخمسة وسبعين من الدستور التي تنص صراحة على تحويل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة ملتئمة بشكل دائم عند خلو سدة الرئاسة الأولى لكن النواب الموقعين على هذا البيان إنما اجتهدوا في تفسير الدستور وأقدموا في تفسيرهم هذا على حل مجلس النواب وتعطيله وضرب أهم المؤسسات الديمقراطية لأن المواد الواردة أعلاه لا ترهن المجلس معتقلا ومعطلا في انتظار انتخاب الرئيس بل تحدثت عن جلسة ملتئمة حكما وخلال انعقاد الجلسة لا يجوز للمشرع أن يدرج على جدول الأعمال أي من المواد الخارجة عن المهمة الانتخابية بهذه الحدود هو نعم هيئة انتخابية وهذا ما كان يؤكده الرئيس حسين الحسيني قبل رحيله وما وثقه بمراجع ومقالات مستندا فيها إلى المواد نفسها التي تجعل المجلس هيئة ناخبة فقط ضمن انعقادها ومن حق النواب أن يطالب بجلسات انتخابية مفتوحة وأن يعتصموا أو ينضموا إلى النائبين ملحم خلف ونجاة صليبة الذين يجاهدان وحدهما في مسار طويل ويعيشان الظلمة والبرد وقساوة تحدي دخلاه عن إرادة واقتناع بضرورة الوصول إلى رئيس لكن ليس للنواب الموقعين الانقلاب على الدستور وتفسير مواده برؤى سياسية لسيما أن بينهم نوابا من أصول قانونية وقادرون على فك الخط الدستوري وتحييده عن الهرتقات الفقهية والاجتهادات التي تصب في صالح المراجع السياسية ترجمة نانسي قنقر